السلام عليكم كريري لابس عليكم كنتمنى تكونوا بخير والاخير مرحبا بكم فوداري اليوم ان شاء الله هنحضروا معاكم الشيكن ناكتز نحتاجوا فيهم 1-700 جرام ديال صدر دجاج واحد طريف صغير ديال جلدة دجاج واحد طريف صغير قبل ما تديرها في الماكينة بيش تطحن معها كندريفيا واحد معلقة صغيرة ديال التومة يبسة واحد معلقة صغيرة ديال التومة طرية ومطحونة واحد معلقة صغيرة ديال الكرافوس مطحون واحد ملقة كبيرة ديال يوغورت طبيعي واحد ملقة كبيرة ديال الملحة واحد نصف ملقة كبيرة ديال ليبزار بيض جوج دمعالق كبارين ديال النشاء واحد ملقة 3 معلق عفوا ان 3 معلق كبار ديال الزيت و 3 معلق كبار ديال الماء 3 معلق ديال حامض الليمون حامض آآآ عصير ديال ليمون ولا عصير ديال حامض كل واحد شنو كاكولو هاد شي كامل كان طحنوه فان طحانه ديالنا ده كتكون في حال الكفته كتفوت شوية كتكون طحونه كتر من الكفته كما كتشوفوا الى مطحونة مزيان كما كتشوفها ايا كيف كتجي كتتطحن مزيان دك الساعة كنمشو المرحلة التانية مرحلة التانية شنو هنحتاجو فيها كنحتاجو فيها واحد الكاس عمر ديال دقيق ديال الدرا واحد اربع الكاس ديال دقيق الفورس ارتب الفورس عادي واحد اربع الكاس ديال النشا كما كتشوفو النشا وكنخلطوا هدشي كامل وكنزيدوا اليه واحد ميلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة واحد ميلقة صغيرة ديال اليبزار البيض واحد ميلقة صغيرة ديال الملحة هدشي كامل كانخلطوه مع الماء انا دي فتوح لكيس اعمر هنا دلما وزيتلو شوية كيخصت جي الخالط كي يجي فيها لخالط ديها البغرير ودك ساعة كن نخليوها على جنب باش نكورو الخالط ديها ندل كفتا دا دجاج كن نكوروها وكنبزوها وكننزلوها حتى كنكملوها كاملة وكندفنوها من لولفط شوية دا دقيق كندفنوها شوية في الدقيق ونخليوها نخليوها كاملة حتى كنكملوها عاد كنعملوها فتو الخالط ديها للي وجدنا ديها اللي قتلكم في حال البغرير اذا كساعة كنقليوها في الزيت انا نخليكم مع الفيديو وتل اخير الفيديو ان شاء الله نتلقى معكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة